اشتركوا في القناة يوميات كريم النهاردة هنذاكر علوم للصف السادس الابتدائي هنشرح الدرس شرح كامل عشان تذاكروا ولازم يبقى معاك قلم وارع عشان تحفظ الكلام الوحدة الاولى القوة والحرقة هنداف الدرس الوحدة تمام الكتلة والوزن اول حاجة نبدأ بيها كتلة كتلة مية وعشرين جرام لو روحنا على الامر هتزداد لا هتزداد هتفضل هي مية وعشرين جرام عشان كده لما بيجي حط حاجة بيوزنة لازم يحط الطوبة اللي هي كيلو ونص كيلو وربع كيلو كده لازم يتحط الطوبة على قد الكيلو او الاتنين كيلو اللي انا عايز حطه هنا فلازم تبقى الكفة التانية متوازنة لازم عشان حاجة تتحط هنا يبقى لهم الاتنين الكفة متوازنة تمام نيجي بقى ايه عندنا بقى تعريفات لازم تتحفز كويس جدا اللي هي الكتلة مجدور ما يحتوي الجسم من المادة وحدة كياس الكتلة خلي بالكم فيه وحدة كياس الكتلة وفيه ادوات كياس الكتلة وفيه خصائص الكتلة خلي بالكم من 3 حاجات دولة مهمين اه طيب اول ما يقول لك اول ما يقول لك بالزبط وحدة كياس الكتلة قلو الجرام والكيلو جرام والطن طيب لو جينا نحرف الجرام هنقول واحدة هي واحدة من الوحدات التي تقاص بها مثلا تعادل مشبك ورقي زي كيلو جرام واحدة من الوحدات التي تقاص بها تقاص بها نصف السائرات هنأتي عن هدف ادوات كياس الكتلة الميزان زو كفتين و المية زو كفة و ماذا نطع بها الميزان زو كفة و المزان واحدة الميزان الممثلة المزان المحسطد و الميزان رسول تبقى الميزان الموزان الممثلة الميزان هو كفة واحدة بمؤشر . الميزان هو كفتين المعتاد .. المعتاد بيئس الكتل الكبيرة الميزان زو كفتين الحساس بيئس الكتل الصغيرة الميزان زو كفه واحد و المعشر بيئس الكتل كبيرة الميزان زو كفه واحد الرقمي بيئس الكتل كبيرة و الصغيرة المعتاد اللي هو بنوزن به الخضروات الحساس بنوزن به الدهب الحاجات اللي تبقى صغيرة الميزان زو كفة واحدة اللي هو المعشر بنسبة الحاجات الكبيرة الرقمي بنسبة الحاجات الكبيرة والصغيرة هنا بيقول لك نفس وزن الكرة دي في الأرض هتبقى وزنها هي هي في الأمر هي هي متنسقين هنيجي بقى عند خصائص الكتلة تتوقف على كمية المادة التي يحتويها الجسم مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان لا يتغير بتغير حالة المادة صلبة سائلة غزية نجي هنا أعلل كتلة الجسم على سطح الأرض تساوي كتلتها على سطح القمر ليه؟ خلي بقى كلمة علل دي يعني معناها بيقول لك ليه ليه كتلة الجسم على سطح الأرض تساوي كتلة على سطح الأمر لأن الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان هتلاقوها هي دي بيتيجي في الامتحانات مقدار لأن الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان تمام هنيجي بقى هنا معلومات إسرائية إسرائية تواجه علاقة تربط بين كتلة الأجسام الجسم وحركته حيث أنه كلما زاد كتلة الجسم يحتاج إلى قوة أكبر لتحركها أو إيقافها فمثلا كتلة الكتار أكبر من كتلة السيارة لذلك اللي يلزم الإيقاف الكتار ترجمة نانسي قنقر